السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان العزاء تم افتتاح قناة التقديم الحكومي الخاص أو ما يسمع بالموازي الخريجية السنة الحالية 2019-2020 والخرجية السنة السابقة 2018-2019 كل واحد أكون رابط خاص به راح أخليكم إن شاء الله رابط والوصف تمام فقبل هذا قبل أن تدخل على الموازي عندنا ملاحظة أيضا الملاحظة الأولى أنت سواء على أي جهة فمن حقك تقدم على الموازي يعني شنو؟ يعني ذا مقدم على أهلية على منحة على مسائية على محاد نفوط على محاد صاح عالي مقدم سفرة على المريخ هاي كلها أنت من حقك تقدم تمام؟ تخوش هاتش الأعوام السابقة لازم تروح تفعل رقمك من هالأمور وكذا وإذا انت جاء تقدم هالسنة ماكو هالفقرة إن شاء الله تجي عندك رقم سري ورقم متحاني تدخلهم حسب السنة موالتك وتقدم طبيع جدا قبل ما أنتقد المرحلة الثانية وشوف الروابط أنا نزلت فيديوهين الفيديو الأول اللي هو الدرجات الخاصة اللي تنظاف إلى معادلك حتى تقدم عليه الموازي تمام؟ والفيديو الثاني انت شون تعرف بمعادلة بسيطة شون تعرف أنه هذا الكلية أو هذا القسم تقدر تقدم عليه ووجد نسبة قبولك به إن شاء الله إذن راح خلينا بالوصف إذا أحد يريد يشوف يتأكد قبل ما يقدم وأيضا راح خلينا يظهر بالعلامة أعلى الفيديو إن شاء الله بهذا التوقيت بإذن الله إذا أحد يريد يراجعهم قبل ما يشوف التقديم هذا الرابط الرسمي للبواب الإلكتروني التابع للوزارة التعليم العال والبعث العلمي التابع لدارة الدراسات والتقديد المتابعة بهذا الإعلان تم فتح تقديم على قناة التعليم الحكومة الخاص اللي هو الموازي فهذا الرابط الخاص بخريجي هذا السنة اللي هو 2019-2020 يخلون هنا الرقم السر والامتحاني وهنانا أيضا اللي خريجي السنوات السابقة السنة سابقة العفو 2018-2019 احنا راح مثلا إذا أرد أشوف هنا راح أكتب الرقم الامتحاني والرقم السري وعدها نكتب الرقم الكود اللي يظهرنا للتأكيد ونفوت على الاختيارات إن شاء الله دقائق بس أخلي الأرقام وأجي إن شاء الله إذا مثل ما يشوفون أخوان كتبت الرقم المتحاني والرقم السري هنا نكتب هذا الرقم الكود أو التأكيد اللي يتغير معه كل مرة بس لغرض التأكيد تكتبه بعدها تضغط على التسجيل وتنتظر هنا نشوف الآن فتحت معلوماتك تمام؟ هذا معلومات الطالب وهنا هنا ملاحظات مهمة جدا مثل ما قلنا أنا سبق واني شرعت هذا الموضوع لكن لللي يريدي يتأكد أكثر هنا يرجى ملاحظة التالي يحق للطلب من الخارجية الدراسة السنة الحالية 2019-2020 التقديم عن القناة بغض النظر فيما كان لديهم قبول من عدمه وكان مما سبق لهم الالتحاق بالدراسة المسائية الأهلية حتى الكلاهات التابعة للوقفين أو مقبولين ضمن قناة نفسها فمن يقدر يحق لك تقدم على الموازن هنا يجب اللايق المعدل الطالب من تقدم ضمن هذا القناة عن ما يأتي بالنسبة للجماعة الطبية طيب طب أسنان صيدلة على مستوى كافة الجامعة العراقية معدلك ضفلة ثلاث درجات معدلك ضفلة ثلاث درجات وقارن بالحد الأدنى للقبول من هذه السنة وشوف نفسك أنت تنقبل طب عام بالمحافظة الفلانية تنقبل طب أسنان محافظتك محافظة فلانية وهذا وأيضا أني خليت رابط شلون تقدر تحسب بمعادلة بسيطة شلون تعرف نفسك قريب من قبولها بالنسبة لكليات التمريض والتقنيات كليات التقنية الصحية والطبية والمعاهد التقنية أيضا ثلاث درجات فيما يخص المجموعة الهندسية والمعاهد الهندسية أربع درجات كليات العلوم خمس درجات باقي التخصصات من ضمنها الطب البيطري ست درجات أنا سبق وانشرحت هذا الموضوع بالتفصيل كلاعاتي يحق للطلبة الذين قدموا على قنوات الأهل المسائل المنحة تقديم عليها الغنام مثل ما ذكرت قبل شوية ويلغى القبول السابق للطالب حال مباشرة بدراسات من القناة ولا يحق له العودة للقبول السابق لأي سبب كان بمعنى إذا أنت قبلت بالموازي ورح تسجلت بدفعت فلوس شك وشي مقبول بي سابقا رح يلغى تماما تمام إذن أخوان هنا ملاحظة مهم جدا يكون الحد الأدنى للتقديم كليات الطب 96.6 يعني أنت معدلك 96 تمام وضيف له ثلاث درجات رح يصير 99.6 تقارن كوي يعني كلية الطب أو تشوف نفسك أنت تنقبل أو لا نفس الشي الطب للأسنان نفس الشي الصيدة لن لا يحتاج الطالب لا تفعر رقم الامتحانة في الجامعة العراقبة بإمكاننا تقديم فقط برقم الامتحانة ورقم السريمي ثم ما ذكرت قبل شوية أيضا أنه تأكد من تسلسل الاختيارات إذا تمثل تسلسل رغبتك والأساس في التنافس مع أقرانك لحصول على القبول إن الاختيارات كافة من واحد الذي يمثل رغبتك الأساسية في القبول وحتى الاختيار الأخير تمثل أماكن القبول المعتملة منه لذلك لا تدرج أي اختيار لا ترغب به لاحقا يتاين عليك التسجيل في جهة القبول التي ستحصل عليها وحسب اختياراتك بالاستمارة ولن يكون بإمكانك الاستضافة لدراسات المناظرة في الجامعات الأخرى سوف يظهر للطالب فقط الاختيارات التي هي ضمن مجموعة ضمن مجموعته والحدود الدنيا لسنة التخرجي يعني رح تظهر لك أنت عشر اختيارات رح يحطونك الكليات المقترحة تختار منتين عشرة اللي تقبل معدلك تمام؟ رح أن هنا نعم تطلعت على تعليمات وتضغط على متابعة بشير يقول معدلة سبعة وخمسين يصير القدم على محدة البحرية؟ لا عزيزا ما يصير القدم فالآن هنا لدينا الاختيار عند تختار الكلية أو الجامعة لتريدها تمام؟ وتختار الشفاء تطلع لك فقط اللي تقبل معدلك وهكذا أنت عندك عشر اختيارات تمليم تضغط هنا على المتزائد وهكذا لا تريد تلغى هذا تضغط على ناقص على الزائد وهكذا مع كل مرة سوري تكمل الملو وتختار بعدها تدوس على متابعة وتأكد رقمك الامتحان والسري وأيضا تحفظ الاستمارة تماماً نهنان إن شاء الله واضح كل الأمور وشكراً جزيلاً اشتركوا في القناة